نستكمل مع بعض المشتقة الأولى ونقول خواص المشتقات هو أنا بقى كل ما هاجي أشتق دلة هستخدم التعريف؟ لا عن طريق الخواص دي أنا مش هستخدم التعريف وعشان كده بنقول باستخدام خواص المشتقات وليس باستخدام التعريف لما أطلوب فبنقول أول خاصية أن مشتقة السابت تسوي صفر مشتقة السابت تسوي صفر والكلام ده شفناه فين في أول مثال خدناه حاجة تانية لو أنا عندي سابت في X فمشتقته السابت يفضل زي ما هو والX مشتقتها بواحد تالت خاصية لو سابت في X قسين يبقى السابت يفضل زي ما هو وزي ما قلت كده الـ N دي تنزل تتضرف في السابت والقس يتطرح منه كام؟ واحد الخاصية الرابعة لو أنا عندي مجموعة دلتين فحشتق الدلة الأولى زائد مشتقة الدلة التانية لو فرق بينهم يبقى مشتقة الدلة الأولى ناقص مشتقة الدلة التانية ده بالنسبة للجامعة والطرح الخاصية الخامسة لو أنا عندي حاصل ضرب مشتقين فبقول إيه؟ الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الإيه؟ الأولى يعني هما لو دلتين يبقى هيبقى عندي حدين أشتق واحدة واسيب التانية واشتق التانية واسيب الأولى طب لو تلات دوال هيبقى عندي ثلاث حدود وفي كل مرة هسيت دلتين واشتق واحدة الخاصية اللي بعد كده لو اسم الدلتين فبقول إيه؟ المقام تربيع اللي هي الدلة في المقام دي أرباح وبعدين أرجع بقى البسط أكتب في إيه؟ المقام الأصلي في مشتقة البسط الأصلي ناقص البسط في مشتقة مين؟ المقام لكي أنا عندي شرط إن المقام لا يسوي كام الصفر إنه منفع شأسم على صفر نقول تانيش حاصل اسم الدلتين هيبقى إيه؟ المقام تربيع المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام بس من المقام اللي هو مش اللي تربع لأ المقام الأصلي خلي بالك الخاصية السابعة لو انا عندي قوس اس ان فبنقسمها لحاجتين نقول ده مشتقط القوس يعني ايه مشتقط القوس يعني اكيد القوس ده حاجة واحدة انزل الاس له ان واطرح منه كام واحد وما لده ايه بقى ده مضروف في مشتقط ما بداخل القوس الجزء الاول ده بنسميه مشتقط القوس والجزء ده بنسميه مشتقط ما بداخل مين ما بداخل القوس نشوف امسين على الكلام ده بنقول اوجد مشتقط الدواء اللي التالية باستخدام الخواص مش باستخدام التعريف لا باستخدام الخواص فنشوف مع بعض الده اللي دي بتقول ايه اكس تكعيب زائد اتنين اكس تربيع زائد ثلاثة اكس زائد كام سبعة نشوف مع بعض ننزل القس ونطرح منه واحد هيبقى ثلاثة والثلاثة اطرح منه واحد تبقى اثنين طب دي انزل لتنين فتلاقي قدامها اثنين تبقى لتنين في اثنين باربعة والقس ده انزل منه واحد يبقى كام اكس طب ثلاثة اكس بثلاثة طب والسبعة بصفر عشان كده الصفر ما بكتبوش مثال الثاني حاصل ضرب دلتين دي الدل الاولى ودي الدل التانى البول ايبقى الاولى في مشتقة تانى الاولى تنزل زماهاية اها في مشتقة التانى الاكس قس خمس انزل الخامسة واطرح من القس واحد طب الاربعة هي تتخطين مشتقتها بصفر فلما اجمع على الخمسة اكس او pest4 تبقى اها زائد التانية في مشتقة الاولى الاولى الاكس الاولى Infinite مشتقتها الاثنين تنزل تحت واطرح من القس واحد تبقى واحد طب والتلاتة مشتقتها كام صفر ناخد مثال تالي حاصل اسم الدلتين هيبقى ايه بسط ومقام المقام تربية اللي هو ده حرباعة بعد كده هو ايه المقام في مشتقت البسط ناقص البسط في مشتقت المقام طب مشتقت البسط بكام هنا باتنين اكس طب مشتقت المقام بكام بتلاتة اكس تربية لو عندي قوس مرفوع القس بأول حاجة عملي ايه اشتق القوس يعني ايه اشتق القوس يعني انزله زي ما هو بس القس ده انزله تحت واطرح منه واحد اهو هيبقى سبعة واطرح منه واحد قس ستة واللي جوه القوس ده ما جيتش جنبه سبت زي ما هو مضروبة في مشتقت ما بداخل القوس الاكس تربيع مشتقتها اتنين اكس الخمسة اكس مشتقتها خمسة تاب والتلاتة صفر وعشان كده ما كتبتوش